اهلا وسهلا بحضراتكم جود كبيرة بذلتها الدولة المصرية خلال السنوات العشر الماضية من اجل تحديث منظومة التعليم وكمان النهوض بالابتقار المصري وبلغ حجم الانفاق الحكومي على قطاع التعليم في الفترة من 2014 لحد 2022 ما يزيد على تريليون جنيه وكمان بلغ اجمالي مخصصات التعليم في العام المالي 2023-2024 نحو 392 مليار جنيه خليه كمان اقول لحضراتكم انه في مرحلة التعليم قبل جامعي اطلقت الدولة عدد من الاستراتيجيات لتطوير الابنية التعليمية ومشروعات التعليمية كمان بلغ عددها 8041 مشروع بتكلفة اجمالية بلغ 80 مليار جنيه علشان يبلغ عدد المدارس في العام المالي 2022-2023 اكتر من 60 الف مدرسة ده بالاضافة الاكتر من 11 الف معهد ازهاري وبلغ كمان عدد الفصول لحوالي 552 الف فصل دراسي الحقيقة ان التطوير مش بس في بناء ابنية تعليمية جديدة وتطوير المدارس الموجودة بالفعل بل عملت كمان الدولة على تطوير المناهج الدراسية بوضع مناهج جديدة تماما وطريقة التدريس مبتكرة وتغيير طريقة التقييم لكل المراحل الدراسية وتوزيع اكتر من 3 مليون تابلت لطلاب الصف الاول الثانوي وفي اطار طبعا تطوير التعليم ادخلت الدولة نظام التعليم في المدارس المصرية اليابانية واللي بلغ عددها 102 مدرسة في العام المالي الحالي خلينا اقول لحضراتكم كمان ان تطوير المنظومة التعليمية شمل مراحل التعليم الفني مش بس التعليم الاساسي ولكن كمان التعليم الفني شملوا التطوير وتضمنت الخطة تطوير مناهج التعليم الفني وارتفع عدد المدارس الي تم تطبيق هذا النظام فيها الى 881 مدرسة وده كان خلال شهر سبتمبر من عام 2022 وكمان تم انشاء العديد من المدارس الفنية الحديثة زي مدرسة الضبعة النووية ومدرسة الطاقة الشمسية ببنبان وكمان مدارس البترول والنقل البحري ومدارس مياه الشرب والصرف الصحي كمان شملت خطة تطوير التعليم اطلاق مشروع مدارس التكنولوجيا التكملية والوصل عددها الى ما يقرب من 100 مدرسة بحلول عام 2023 وكمان 28 مدرسة اخرى هيتطم يضافطها حتى نهاية العام الجاري عشان نصل الى 100 مدرسة بحلول عام 2030 كمان ضمت خطة التطوير التعليم العالي والبحث العلمي وارتكزت على تدشين برامي جديدة بتقوم على مفاهيم ووظائف المستقبل وارتفع اجمالي عدد الجامعات في مصر لحد شهر يونيو من عام 2023 من 96 جامعة بتضم 3 مليون و300 ألف طالب وكمان ارتفع عدد الجامعات الحكومية من 24 جامعة عام 2013-2014 ل28 جامعة في العام 2023 كمان ارتفع عدد الجامعات الاهلية الخاصة من 26 جامعة وده كان في عام 2013-2014 لخمسين جامعة لحد شهر يونيو من عام 2023 بواقع 20 جامعة اهلية و30 جامعة خاصة وانشاء كمان 8 افرع للجامعات الاجنبية ده بالاضافة الى انشاء عشر جامعات تكنولوجية وارتفع ايضا عدد الكليات الى 473 كلية حكومية و336 خاصة وكمان اهلية الحقيقة مجهود كبير تم بذله خلال السنوات التعليم بمختلف المراحل سواء التعليم الاساسي او التعليم الفني وكمان التعليم الجامعي علشان يشهد تطوير كبير جدا بيؤكد ان الدولة المصرية بتسير في الاتجاه الصحيح فيما يخص تطوير منظومة التعليم بشكل كامل في النهاية طبعا بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والى اللقاء في تقطيات جديدة من شاشة تلفزيون اليوم السابعة